شوف ياف الحقيقة ذكر انا التمر انا في واحد المرحلة لي مشي لازم منه نزرع الفتنة يعني مشي لازم نزرع الفتنة ومشي لازم نروحه الثانيك للفتنة ولا باختصار شديد محبيناش حنا نطفيو النار بلايسانس يعني احنا قلنا كلام باللي يعني هذا المسلسل هذا حبس لانه عنده علاقة بالمال يعني باش من تكونش فيتنة كان حبسناها في المالية في الحقيقة يكين اغرب اخرى المسلسل تا قرسو يعني صراحة كانت فيها مؤامرة يعني مؤامرة باش العامل هذا يحبس بك هذا المؤامرة هذي ممكن تكون فيها نوع من حسد ولا ممكن بلك نوع من غيره ولا ممكن كراهية يعني ناس جندت وقالت هذرة يعني على السيناريو تحت المسلسل وقالوا يعني قالوا باللي ذا المسلسل رأوا فيها امور يعني اللي تقيس يعني الجانب السياسي وتتكلم على بعض السياسيين جزائريين وكذا وكذا وهذا الشي ما عنده حتى علاقة مع مسلسل قرسو لان مسلسل قرسو انا شخصيا يعني شفته قبل من سيني الكنترا ما عنده حتى علاقة بسياسة اولا وثانيا حتى بعض الامور اللي كانت موجودة في السيناريو يعني خطي السيناريو كان مكتوب باللغة يعني من بعد ولد كينا كتابة اخرى يعني باش ندرجوه يعني للدرجة نحينا جميع الحاجة اللي ممكن تقيس المشاهد سواء من الجانب بتاع العاقيدة او من الجانب الاخلاقي يعني احنا صفيناه كي بحال ذاك السيناريو بنقول لك بتزيريا دووش نالو دووش نالو بياه هكذا يعني نقيناه لانه انا شخصيا نحب لما يكون عامل فني نحب العامل هذا كيكون طاهر جدا يعني نحاول كيفاش نطاهر قدمين نجب باش يعني الليمو يعني الاسرة الجزائرية طيب اسي صالح انتا قلت كلامهم اللي رات تقول فيه قلت مؤامرة هاذ مؤامرة من اطراف من المجال الفني ولا اطراف من المجال الاعلامي خلينا نقوله هالامر عنده علاقة بالعمل بحد ذاته ولا عنده علاقة بالقناة ولا الممولة والمنتجة للعمل هي بحقك تشوف هي كانت تسمى شخول قاعد غريبا قاعد انقصنا يعني احنا انقصنا احنا كممثلين وحتى ان كانوا يشرفوا على هذا العمل حتى هما وكذلك انقصوا يعني هي كانت مؤامرة تسمى كبيرة وهذيك المؤامرة ذيك خافوا انه العامل هذا ممكن يعني راح يسرق المشاهدين لانه عناش خاصيا اقول لك باللي احسن عامل اه فني اللي ندار في تاريخ التليفزيون الجزائري مهم